عنا الدليل واضح أصيل ظاهر وعالي بيشفي العليل نفحاته فينا شو بتقوينا من جهل الجاهل هو بيحمينا عنا الدليل بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن صلوات الله البر الرحيم والملائكة المقربين على أشرف الخلق وسيد المرسلين محمد وعلى آله وصحابته الطيبين الطاهرين ومن تبعهم وسار على منوالهم إلى يوم الفصل والدين اللهم علمنا ما جهلنا وذكرنا ما نسينا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما اللهم واجعل أعمالنا ونياتنا خالصة لوجهك الكريم ورزقنا الجنة وما قرب إليها من قول أو عمل وأجرنا من نار الجحيم يا أرحم الراحمين أسعد الله مساءكم جميعا ويسر الله تعالى لكم أموركم وأكرمكم في الدنيا وفي الآخرة ليون حبيت أتكلم عن موضوع شكر الله سبحانه وتعالى شكر الله الذي قال في كتابه الكريم لَإِنْ شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَإِنْ كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ معناه لَإِنْ شَكَرْتُمْ اللَّهَ تَبَارَكَ وَتَعَالَى عَلَى نِعَمِهِ بِطَاعَتِهِ فِي أَمْرِهِ وَنَهِيهِ لَيَزِيدَنَّكُمْ مِنَ النِّعْمِ ابن عباس ترجمان القرآن رضي الله تعالى عنه ما قال في تفسير آية لَإِنْ شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ قال لَإِنْ شَكَرْتُمْ بِالْجِدِّ فِي الطَّاعَةِ لَأَزِيدَنَّكُمْ فِي الْمَثُوبَةِ هذا ما قاله ابن عباس رضي الله عنه وَلَإِنْ كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ معناه ولَإِنْ كَفَرْتُمْ نِعْمَةَ اللَّهِ تَبَارَكَ وَتَعَالَى عَلَيْكُمْ فَلَمْ تَشْكُرُوهُ عَلَيْهَا بِطَاعَتِهِ فِي أَمْرِهِ وَنَهِيهِ فَإِنَّ عِقَابَهُ لِمَنْ كَفَرَ بِهِ شَدِيدٌ يعني فيصيبكم منه ما يسلب تلك النعم ويحل بكم النقم له المصائب إحنا على علم ويقين بأن الإنسان إذا شكر الله سبحانه وتعالى فإنه يكتسب أجراً بشكره لله يكتسب ثواباً بشكره لله والإنسان الذي لا يشكر الله سبحانه وتعالى على عظيم نعمه عليه ولا يتذكر هذه النعم هذه النعم قد تنزع منه لا تبقى عند هذا الإنسان لذلك من أراد دوام النعم وبقاء النعم فليكثر من شكر الله سبحانه وتعالى وليثبت على نهج رسول الله صلى الله عليه وسلم وليتمسك بأحكام الدين فيؤدي الواجبات ويجتنب المحرمات ثم قال ربنا عز وجل وقال موسى إن تكفروا أنتم ومن في الأرض جميعاً فإن الله لغني حميد الإنسان إذا شكر الله سبحانه وتعالى على عظيم نعمه هو ينتفع بهذا الشكر وإذا لم يشكر الله أو كفر بالله أو أعصى الله سبحانه وتعالى فإن هذه الأمور لا تضر رب العالمين لأن الله عز وجل لا يحتاج إلى طاعاتنا ولا ينضر بمعاصينا بل نحن ننتفع إن أطعنا الله عز وجل ونحن ننضر إن عصينا وبينا أن منافع الشكر ومضار للكفران لا تعود إلا إلى صاحب الشكر وصاحب الكفران في نصوص كثيرة بيّنت هذا المعنى بيّنت أن الله تبارك وتعالى لا يحتاج إلى طاعاتنا لا يحتاج إلى طاعاتنا هو أمرنا سبحانه وتعالى بأن نطيعه أن نعبده وأن نشكره ولكن هو سبحانه وتعالى لا يحتاج إلى شيء هو متعال عن أن ينتفع بالشكر أو أن ينضر بالكفران الله تعالى لا يحتاج إلينا بل نحن ننتفع إن أطعنا الله عز وجل ونحن ننضر إن عصيناه سبحانه وتعالى لذلك مهم أن نحن دائما نكون على شكر ترى نعم رب العالمين علينا كثير جدا وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها النعم كثيرة جدا ولكن بعض الناس لا يتفكرون ولا يتذكرون إلا المصائب التي تصيبه هذا حال بعض الناس وهذا حال منتشر جدا بين الناس يعني بالذكر المصائب وما بيخطر عباله كل هالنعم الموجودة عنده حتى لما تسأله كيفك شو أخبارك اللي هو السؤال اللي عادة كل من تشوف واحد يعني فورا شو بتقوله بعد السلام عليكم بتقوله كيف الحال شو أخبارك في ناس بيجاوبك بيقول لك الحمد لله وفي ناس بيقول لك الحال زي الزفت زي العمى الحال بيخزي الحال كذا ويبدأ بالتذمر وذكر هذه المصائب التي عنده ألا في مصائب في مصائب الإنسان يبتلى وهذا أمر وارد يعني أنا أبتلى أنت تبتلى أي واحد فينا يبتلى ولكن بالمقابل انظر إلى النعم التي من الله تعالى عليك بها كديش عندك كديش في نعم لو بدك تتأمل وتتفكر بالنعم تذكر الآية فإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها في أشياء قد ما يعني فكرت وعطيت وكتبت قلت أنا الله تعالى أنعم علي بكذا وكذا 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 إلا أن تنسى بعض النعم يوجد نعم كثير من الناس لا يتفكرون بها موجود عندهم موجود عندهم بس ما بيخطر عباله ما عم بيخطر عباله إلا المصائب بالمقابل النعم ما عم تخطر على باله فتراه لا يشكر الله سبحانه وتعالى لا يشكر الله سبحانه وتعالى الإنسان بده يكون دائما شاكر لله سبحانه وتعالى حتى ينتفع في الدنيا وفي الآخرة حتى ينتفع في الدنيا وفي الآخرة صابتني مصيبة بس أنا بالمقابل قديش في نعم موجودة عندي الحال احنا شايفين هلا وعم نشوف قديش في ناس اتضررت ماديا أعمالها تعطلت صار فيه ركود اقتصادي أثر عليهم جدا فهذا واقع فبتلاقيه مستاء بس بالمقابل نيجي منذكره نقول له انت بخير صحتك بخير ولادك بخير أهل بيتك بخير ما عم تصحى بالصياح وبتنام على الصياح إذا نمت أعضاءك سليمة ولادك الحمد لله صحتهم كويسة احمد الله على هذه النعم لأنه هذا الإنسان وأكثر المشاكل اليوم اللي بتسمعها والناس بتقول الحال صعب أمور مدية ما بقولكم أنه يعني احنا الواحد ما بيحتاج للمال مال نحتاج له لأنه في أمر المعيشة والمسؤوليات كثيرة والأسعار غلة ومرتفعة احنا عارفين هذا الكلام ولكن مهم أنه انت ما تكون إنسان متشائم ومهم تنظر للنعم مهم تنظر للنعم تتفكر بالنعم بقوله كثير من النعم لا تعرف إلا بعد فقدها كثير من النعم لا تخطر على بال الناس إلا بعد بعد أن يفقدوها تكون عنده نعمة لم يتفكر بهذه النعمة فإذا فقدها تفكر بعظيم نفع هذه النعمة التي عنده من الله سبحانه وتعالى مين في نفكر بنعمة المرفق نعمة المرفق تخيل لو إيدك سليمة لا مكتوع ولا مكتوع منها إشي موجودة كاملة بس ما في مرفق يعني قطعة وحدة سحبة وحدة ما في مرفق يعني رح تظلها إيدك دغري هيك أو هيك أو هيك يعني لو حطيت قدامك صحن أكل لدك توكل كيف بدك توصل للقمة لتمك ما حنتقدر يعني بالنهاية قد ملفيت بأي اتجاه ما رح توصل للقمة لتمك تخيل تفكر قديش هاي النعمة عظيمة نعمة المرفق بس قد الواحد ما تخطر بباله ما تخطر بباله فلما تيجي تقوله كيف الحال بقولك زي العمى بتقوله يا رجل اشكر الله نعم الله عليك كثيرة بقولك كثيرة بتعجب إنك بتقوله نعم الله عليك كثيرة مرة واحد شخص يعني حكاله محمد الله على عظيم نعمها عليك فصار يقول وما هي هذه النعم أنا مبتلى بكذا وكذا 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 ومشاكل مالية كانت قال له انت أكمن مرة بتغسل كيلة بالأسبوع قال له حبيبي أنا ما بغسل كيلة قال له ما بتغسل كيلة أي عد هنا قال له السرطان وين صابك بالزبط وين صابك السرطان قال له أنا ما عنديش سرطان عد بدأ يعدد له أمراض كثيرة كل هذه الأمراض عدد له أمراض كثيرة جدا كل واحدة يقول له أنا ما عندي هذا الشيء أنا ما عندي هذا الشيء أنا مش مريض بهذا المرض صحتك بخير عضاءك سالمة ما عم تحكي آه من الوجع ما عم تأخذ مسكينات عشان تخفف الألم تحط راسك على المخدة تعرف تنام تنتقل لنعم أخرى انت مش لأنك تعودت عليها فشايف أنه الموضوع عادي ترجع على بيتك بتلاقي ولادك ركضوا على الباب يعبطوك ويبوسوك ويبتسموا بوجهك ولادك بخير صحتهم بخير أمورهم تمام هاي شو بتعتبرها أليست هذه نعمة نعمة عظيمة جدا 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 نعمة عظيمة شكري الله سبحانه وتعالى وأشياء كثيرة جدا لو بدنا نتأمل ونكتب ونحكي عن هذه النعم يعني بدنا نقضي حياتنا وإحنا بس بنحكي عن هذا الموضوع لكن نذكر لكم الآية نذكر لكم هذه الآية هذه الآية التي لو تفكرنا فيها لشكرنا الله سبحانه وتعالى كثيرا على عظيم نعمه وإن تعد نعمة الله لا تحصوها فعلا الله أنعم علينا بنعم كثيرة وأكرمنا ودفع عنا كثيرا من الأمور التي يعني صرفها الله عنا من الأمور التي تؤذينا أكرمنا بنعم كثيرة أنا الحمد لله بارح جاني مولود ذكر الحمد لله رب العالمين فتأملت بهذه النعمة نعمة عظيمة جدا نعمة عظيمة جدا بالمقابل الواحد أي واحد فينا ترى بتصيبه أمور بتزعجه بتقلقه مشاكل مصايب بلاية بس بالمقابل في أشياء عظيمة جدا الله تعالى ينعم علينا بها فدائما كن شاكرا لله سبحانه وتعالى واسأل الله من فضله وشو مكان تمصيبتك وشو مكانت مشكلتك وشو مكان همك وشو مكان البلاء اللي أنت فيه تذكر أن الله عز وجل قال إن مع العسر يسرى إن شاء الله بتفرج إن شاء الله بتهون كمان مهم إن الواحد فينا يكون عنده يقين توكل على الله ثق بالله يلجأ إلى الله بالدعاء والإلحاح في الدعاء وكثرة شكر الله سبحانه وتعالى ويبقى على الدعاء ويكثر من الدعاء ومن طاعة الله سبحانه وتعالى ويسأل الله أن يفرج عنه في ناس اليوم تصيبهم صيبهم صيبتين بنهار وبيكتئب وبيتغير حاله مرات بلجأ للمعصية بلجأ للمعصية بسبب هذه المصيبة مع أنه المصيبة في الدنيا هذه امتحان للإنسان امتحان اللي بيعترض على الله سبحانه وتعالى هذا راسب هذا ضائع كافر بالله من اعترض على الله واللي بيلجأ للحرام بسبب المصيبة التي أصابته برضو هذا ما ربح ما ربح أما الإنسان اللي بيصبر وبيثبت على طاعة الله ويسأل الله سبحانه وتعالى الفرج الله تعالى يهون عليه برجع بقول يمكن مصيبت غير مصيبتي ومصيبته غير مصيبتك نحن نشوف المصائب كما يقولون أشكال ألوان هذا بتلي بكذا وهذا بتلي بكذا وأحيانا الإنسان ما بيكون عنده قناعة فعينه اللي بييد غيره فما عم بنبسط بالإشي اللي بين إيديه ما عم بنبسط إذا كنت على القناعة سوف تفرح بما بين يديك من النعم رح تحس في قيمة للإشي اللي عندك تحس له قيمة فعلا ودائما تذكر شكر رب العالمين على هذه النعم في كل يوم تتجدد هذه النعم لما تصحى الحمد لله في هذا اليوم غدا صحيت لقيت أعضائك سليمة الحمد لله أمورك بخير ولادك بخير هذه نعمة الله تعالى أبقاها لك حفظ لك أولادك نعمة عظيمة جدا لإن شكرتم لأزيدنكم من أراد أن يبارك الله تعالى له وأن يبارك فيه فليكثر من شكر الله سبحانه وتعالى دائما تطلعوا على الجانب المشرق ألا مرات إن تأتي بتعلق ما بيكون اعتراض ولا تذمر لا أبدا مرات بتعلق على تصرفات حدا اشتغل غلط تيجي تقول طلع كيف النتائج تبعتهم طلع كذا طلع كذا طلع كذا بس أنت بالإشي الموجود عندك واللي أنت قادر تسوي كن راضي كن راضي اليوم داقت إن شاء الله بكرة تفرج بتفرج بإذن الله بتفرج بإذن الله يعني أعطيني كورونا وبغير كورونا وقبل كورونا الأحوال تتغير مرة الواحد تجارته ربحانة بتطلع مرة بتطلع خسرانة الحمد لله تجارة معرضة للربح والخسارة المهم المهم أن لا نعترض على الله وأن لا نلجأ إلى الحرام بسبب بسبب المصيبة لا نلجأ إلى الحرام بسبب المصيبة لأنه إذا إحنا عصينا الله نحن ننضر إن عصيناه سبحانه وتعالى نحن ننضر لأنه في حساب يوم القيامة سوف نحاسب على ما فعلناه في هذه الدنيا نحاسب والله تبارك وتعالى أمرنا أن نثبت على الحق حتى نلقاه به الصحابة عانوا الصحابة وجدوا يعني أشياء سبحان الله العظيم قديش قديش تعذبوا قديش مروا بظروف صعبة جدا ومع ذلك مع إنهم أفضل القرون أفضل القرون ردوان الله تعالى عليهم كانوا من أفضل العباد الرسول قال خير القرون قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم ومع ذلك أصابهم ما أصابهم بس المؤمن الله يبتله بمصائب الدنيا ويحفظه من مصيبة الدين يحفظه من مصيبة الدين الإنسان بده يفكر بأنه إحنا بالدنيا هاي الدنيا أيامها قصار الدنيا حتروح الدنيا إلى زوال المهم المهم سلامة الدين هذا المهم سلامة الدين ولما أنت توطد قلبك على هذا الأمر سبحان الله بيصير عندك قوة وبترتاح نفسيا مشان هيك الواحد قلبه بيرتاح لما يسمع كلام الدين قلص يا أخي لا يكونوا إلا ما قدر الله أنا بأعمل اللي بقدر عليه بأخذ بالأسباب ولا يكونوا إلا ما قدر الله تقدير الله عز وجل نافذ رضينا قسمة الجبار فينا الحمد لله رب العالمين ما أجمل هذه الكلمة أن تقول الحمد لله رب العالمين ولسانك دائما عود على شكر الله سبحانه وتعالى دائما قل الحمد لله مهما كان عم بتمر بظروف صعبة قل الحمد لله إن شاء الله الله يبارك لك يبارك لك ويفرج عنك ويزيل عنك الكربات وييسر لك كل أمر عسير ببركتي أنك تحمد الله وتشكر الله وتتق الله وتتلزم بشرع الله وتجتنب الحرام لله سبحانه وتعالى لله سبحانه وتعالى كونوا دائما على القوة وأنا بحكي لكل إنسان مكروب مهموم ضاقت به السبل اشتدت عليه الأمور حالته صعبة وإله فترة عم بيعاني بغض النظر شو مشكلته بقول لكل إنسان مبتلى اصبر لله سبحانه وتعالى أحيانا بيكون نعم يبتلى بأمراض أو جاع يبتلى بفقدان عزيز يبتلى المصائب كثيرة ولكن هو لا يعلم الأجر الذي جعله الله تعالى له في الآخرة إن صبره وشكره وهذا ما ننتفع به ننتفع بالصبر وننتفع بشكره لأن الله عز وجل قال وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ حنطلع بفاصل قصير إن شاء الله ونرجع ونكمل معكم في حديثنا عن شكر المولى عز وجل الله يَا اللَّهُ يَا خَلِقَ الْأَكُوَّانِ يَا رَبَّاهُ يَا مُنْعِ مَنْ عَنْ مَنْ أَنَا مَنَدَاهُ يَا مَنْ يَطِيبُ الْقَلْبُ إِنَّ دَاكَ الله يَا اللَّهُ يا الله الله يا الله الله يا الله انت العظيم المستعال الواق اشتركوا في القناة الله يا الله الله يا الله أسعد الله مساءكم جميعا أحبابنا الكرام وأسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلنا من عباده الشاكرين جاء في الحديث الصحيح الذي رواه مسلم من حديث أبي ذر رضي الله تبارك وتعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال فيما رواه عن ربه تبارك وتعالى في الحديث القدسي قال يا عبادي كلكم ضال إلا من هديته فاستهدوني أهدكم يا عبادي كلكم جائع إلا من أطعمته فاستطعموني أطعمكم يا عبادي كلكم عار إلا من كسوته فاستكسوني أكسكم يا عبادي إنكم تخطئون في الليل والنهار وأنا أغفر الذنوب جميعا فاستغفروني أغفر لكم يا عبادي إنكم لم تبلغوا ضري فتضروني ولن تبلغوا نفعي فتنفعوني يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أتقى قلب رجل واحد منكم ما زاد ذلك في ملك شيئا يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أفجر قلب رجل واحد منكم ما نقص ذلك من ملك شيئا يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم قاموا في صعيد واحد فسألوني فأعطيت كل واحد مسألته ما نقص ذلك مما عندي إلا كما ينقص المخيط إذا أدخل البحر يا عبادي إنما هي أعمالكم أحصيها لكم ثم أوفيكم إياها يعني يوم القيامة فمن وجد خيرا فليحمد الله ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه سبحان الله العظيم إحنا زي ما قلت لكم الإنسان بقوى إيمانه كل ما تعلم علم الدين وطبق في هذا الحديث القدوسي فيه عبر ودرس لإننا الجميعا المهدي من هداه الله كل إشي بتوكله بتشربه المصاري اللي بتحصلها بتوسع على أهل بيتك تيسرت لك باب نفتح لك من هون أمورك تحسنت تذكر دائما هذا من فضل ربي علي فاشكر الله في ناس بيجي بفكر بيقول لك شايف كيف أنا يعني قوي بالشغل وأنا كذا وأنا كذا وأنا كذا وعملت وسويت الله تعالى هو الذي يسر لك ذلك الفضل لله سبحانه وتعالى كل نعمة موجودة عندك هي من الله تبارك وتعالى كل نعمة موجودة عندك هي من الله سبحانه وتعالى تخيل لو إنه كل البشر الأولين والآخرين شف كديش العدد الضخم جدا الإنس والجن الإنس والجن كلهم كلهم كانوا على أتقى قلبي رجل يعني كلهم أتقياء صلحاء أولياء أفاضل أكارم قال ما زاد ذلك في ملكي شيئا ثم قال يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أفجر قلب رجل واحد منكم كلهم فجار لو كانوا كلهم فجار ما نقز ذلك من ملك الله شيء ولو أن كل العباد الأولين والآخرين الإنس والجن في وقت واحد كل واحد منهم سأل الله تبارك وتعالى يا رب ارزقني مئة ألف دينار ذاك قال يا رب ارزقني كذا ذاك قال يا رب ارزقني كذا كل واحد سأل الله مسألة عن مين عم نحكي بشرية الأولين والآخرين مش السبع مليار الموجودين الآن لا عم نحكي عن الكل بنفس الوقت وزيد عليهم الجن كل واحد سأل الله سؤالا قال فأعطيت كل واحد مسألته قال ما نقص ذلك مما عندي إلا كما ينقص المخيط إذا قود خلال بحر لو جبت إبرة دخلتها بحر دخلتها ببحر غمست هذه الإبرة في البحر ثم أخرجتها غمستها ثم أخرجتها شو بيكون؟ بتكون الإبرة مبلبلة مبلبلة حتى لو حطيتها على أواعيك أواعيك ما بتتبلبل بيجي هيك نقطة عطيها بس أقل من دقيقة بتكون ناش فيه يعني كمية الماء من ماء البحر اللي علقت على الإبرة كمية قليلة جدا 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 هلأ هنا لو سألت سؤال بما إنه إحنا حطيناها الإبرة بالبحر وطلعناها وعلق عليها من ماء البحر يعني أخذت من ماء البحر قديش أنقصت من ماء البحر طلع فيه بقول لي لا شيء وأقول لك أيضا لو أن الله تعالى أعطى كل واحد مسألته ما نقص من ملكه شيء سبحان الله العظيم سبحان الله ما نقص من ملكه الله سبحانه وتعالى شيء ولكن قال إنما هي أعمالكم أحصيها لكم ثم أوفيكم إياها وهذا اللي بدي أكد عليه أنه أنت لما تبتلى ما تقول ليش ما تقول ليش هيك بيصير فيه طيب مهي فلان عنده ما صابه مرات فيه ناس تجي تطلع على واحد نعامة صاري تقول لك طلع هذول عايشين وإحنا عايشين إحنا مش عايشين أنت عم تطلع بزاوية معينة شفت الظاهر أنه معه فلوس وإنت معكش فلوس بس يمكن لو دخلت بالموضوع بتشوف مثلا عنده واحد معه فلوس بس هلأ مرات عم بحطي مثال أنا بس يكون مثلا عنده أمراض وأوجاع وما بينام الليل وإنت سليم معافة بصحتك وأمورك تمام بصحتك بخير هل بتيجي بتقول إن شاء الله أبتلى بكل السرطانات وأغسل كلا كل يوم كل يوم ويتقطع ويدي الثنتين ورجلي الثنتين ويتقطع لساني ومنخاري وأذنية وأنعمي بس يكون معي مصار يقدل معه بالله عليكم في حدا بيتمنى هالأمنية بقول لك لا لو معاي مصار مستعد أحطهم وتكون صحتي بخير بقولوا يا نياله للي معه مصاري خلص بس لمجرد إنه معه مصاري بقولوا يا نياله طيب هو نفسه الشخص هذا قد يقول يطلع عليك أنت وانت طفران بقول بي نياله نياله عنده رجلين بيمشي عليهم نياله صحته بخير نياله أحبابه هاي هم يعني أولاده بخير نياله 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 أنت مش حاسس بالنعم هاي اللي عندك وهو شايفها شايفها لأنا واضحة وانت بس شايف المصاري شايف المصاري هل تعلمون يا أحبابنا لأنه النعم مش بس فلوس يا أحبابنا تعرفوا أنه أنت يلي بتتمنى ألا أي واحد فينا طب بقول لك طب أنا عادي بتمنى أنه بتحسن وضعي وكذا ما بقول لك هذا بحكي لك في ناس عنده بقيس الأمور عنده طمع بالنهاية بقيس الأمور بمعيار مادي هل تعلم بأنه أحيانا يكون الأفضل لك أنه ما يكون عندك مصاري كثير الله تعالى رحمك فرزقك رزقا يكفيك إن شاء الله ما جعلك من أصحاب الأموال الطائلة لأنه أعلم بحالك الله تعالى يعلم بكل أحوالنا ولكن بعض الناس حالهم أنهم إذا ملكوا مالا كثيرا ضاعوا وانحرفوا وشذوا وخسروا الآخرة ودخلوا نار جهنم فلطف الله عز وجل بهم كما قال الإمام ابن الجوزي رحمة الله عليه ابن الجوزي شو بقول بقول عن الله سبحانه وتعالى أغنى وأفقر أي أن الله أغنى بعض العباد وأفقر بعض العباد وهذا اللي بنشوفه في المجتمعات هذا وضعه كويس هذا طفران هذا وضعه بالمرة هذا معه مصاري كثير هذاك معه أكثر منه هذا من أغنى أغنياء اللي مش عارف شوه في تفاوت فبتسألوا الناس ليش هذا معه وأنا ما معاي سبحان الله العظيم في حكم الله أغنى أي أغنى بعض العباد وأفقر أي أفقر بعض العباد شو قال ابن الجوزي؟ قال والفقر في الأغلب أصلح أي أكثر الناس الأصلح لهم والأفضل لهم أن يكونوا فقراء معنى اتصال له أعطيك العافية دكتور الله يعافيك ويبارك فيك الله يكرمك بدي أسأل موضوع بس الطلاة إذا واحد نسي سجدة من السجدتين في أي ركع من الركعات أنه شو بيساو بهذه الحالة؟ حنجاوبك وجابها طبعا صح؟ نعم نسيها وجابها بعد أن تذكر يعني أتى بهذه السجدة التي نسيها نعم نسيها نعم تمام تمام نعم تكرم عينك الله يحقق يا أهلا وسهلا نعم عليكم السلام ورحمة الله إذا إنسان وارد لأنه يسل واحد أحيانا في صلاته الشك في عدد السجدات كالشك في عدد الركعات هذا هو الحكم الشك في عدد السجدات كالشك في عدد الركعات يعني أنت إذا شككت في أي ركعة أنت الجواب معروف لدينا جميعا تأخذوا بالأقل أنا شاكك أنا بالركعة الثالثة ولا بالرابعة بالثالثة ولا بالرابعة بالثالثة ولا بالرابعة يبقلبي عن بحكي ببني على أنه أنا أقل أنا بالثالثة هلأ احتمال أنك تكون بالرابعة واحتمال أنه عن الجد تكون بالثالثة فتأتي برقعة لو كنت بالرابعة صارت هاي الخامسة ما عليك ضرر إم تبطل الصلاة إذا تعمدت يعني أنت تجزم بأنك في الركعة الرابعة صلاة الظهر مثلا فأتيت بخامسة عمدا بطلت الصلاة بطلت ولكن مع الشك هنا أنت تبني على الأقل الله أعلم أنا ثلاثة ولا أرطعة تقبل منك هذه الصلاة وفي آخر الصلاة بتسجد سجود السهو اللي هو سجدتين طيب نفس الحكم إذا شكيت بعدد السجدات وهي بتسير معنا أحيانا أنا حتى صارت معي أكثر من مرة إنت بتسير بالعادي أنا بحكي عن تجربتي أنا مثلا مرات إذا طولت بالسجود مثلا أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد في الحديث الشريف الذي رواه مسلم فإذا أطلت في السجود بالدعاء ثم قمت تقول أنا كنت في السجدة الأولى أم في السجدة الثانية لأنه كرك عفي سجدتين أنا بأي وحدة فيهم بالأولى ولا بالثانية شو بتعمل هون نفس هناك تبني على الأقل وبآخر الصلاة شو بتعمل تسجد سجود السهو تسجد سجود السهو اللي هو سجدتين آخر الصلاة يعني قبل أن تسلم تسجد ثم تسلم نعم بدي كنت أذكر لكم أمر لو تأمل أي واحد فينا أي حدا فينا كل واحد فينا يتأمل أي حدا من حبابك من أصحابك من إخوانك من الناس المقربين عليك العزيزين عليك اللي بنشد فيهم الظاهر قدم لك يعني قدم لك إشي وقف معاك بمحنتك شو حتكون هذا الإحسان أو هذه النعمة نعمة أمام نعمة الإسلام شو حيكون فضل هذا الإنسان لو كان أمك وأبوك أمام فضل الأنبياء عليهم الصلاة والسلام فدائما بدك تشكر الله أن رزقك الإيمان لأنه كما جاء في الحديث إن الله يعطي الإيمان لمن يحب يعطي المال لمن يحب ولمن لا يحب ولا يعطي الإيمان إلا لمن يحب في ناس عنده مصاري وهو من أعداء الدين الله لا يحبه ولكن ما هي دنيا ما هي فانية المهم الربح في الآخرة إن الله يعطي المال لمن يحب ولمن لا يحب ولكن لا يعطي الإيمان إلا لمن يحب إياك أن تترك شكر الله سبحانه وتعالى الشكر وفي عنده كمان شكر نوعين فيه شكر واجب شو هو شكر الواجب الشكر الواجب أن لا تعصي الإله سبحانه وتعالى بنعمته أن لا تعصي الإله بنعمته هذا هو شكر الواجب شكر المفروض علينا فرض علينا يعني فرض واجب إنه نكون على هذا الشكر يعني من حفظ قلبه وجوارحه وما أنعم الله تعالى به عليه من أن يستعمل شيئا منها في معصية الله فهذا العبد الشاكر ثم إذا تمكن في ذلك سمي عبدا شكورا نرجع للآية ماذا قال الله عز وجل وقليل من عبادي الشكور مين هم هذول يعني هل معنى الآية قليل جدا من العباد الذي يقول أحدهم الحمد لله الحمد لله بلسانه لا كتار بس إيش معنى وقليل من عبادي الشكور هؤلاء الذين شكروا الله عز وجل الشكر الواجب يعني بقعد يتفكر بالنعم الله أنعم علي بهالعيون أنعم علي بيدين رجلين قلب معافة أولاد كذا 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 فبيروح شو بيعمل بيقول لك بكل نعمة بكل نعمة ما بدي أعصي الله سبحانه وتعالى فيها بكل نعمة الله أنعم علي بنعمة العيون مثلا لا أنظر إلى ما حرم الله هيك أنا شو بكون عملت شكرت ربنا على نعمة العين فلا أنظر إلى ما حرم هذا شكر الواجب إلي نعمة من الله سبحانه وتعالى شكرا لله على هذه النعمة لن أقع في معصي من معاصي اليدين الله أنعم علي بالمال من شكر على نعمة المال أشكر الله عز وجل على هذه النعمة فلا أنفق هذا المال إلا فيما أحل هذا معنى هذا هو الشكور هذا هو الشكور فالشكور أقل وجودا من الشاكر الذي دونه هذا في البشر والجن عم نحكي لأن الملائكة كلهم على طاعة الله وشكر الله سبحانه وتعالى لأنهم جبلوا على الطاعة فلا يختارون إلا الطاعة فلا يرتكبون الآثام والذنوب هذا النوع الأول الشكر الواجب الشكر المندوب الشكر المندوب هو الثناء على الله تعالى باللسان الثناء على الله الدال على أنه هو المتفضل على العباد بالنعم التي أنعم بها عليهم هذا مما لا يدخل تحت إحصائنا قد ما تفكرنا ما حقا يعني الآية التي قال الله فيها اللي ذكرناها الآن وإن تعد نعمة الله لا تحصوها لا تحصوها نعم الله علينا كثير جدا كثير جدا الله عز وجل قال في القرآن في سورة إبراهيم إن في ذلك لآيات لآيات لكل صبار شكور لكل صبار شكور الإنسان الذي هو شكور هذا الإنسان الذي شكر الله عز وجل الشكر الواجب لم يستعمل نعم الله عليه في بعصية الله سبحانه وتعالى ذكر النعم يدعو إلى شكر وذكر النقم يقتضي الصبر وإن كرهته النفس وإن كرهته النفس والله تعالى أمر عباده بالصبر وأمرهم أيضا بشكر لم يكون بلاء اصبر نعمة اشكر هذا حال المؤمن التقي إن أصابته سراء شكر وإن أصابته ضراء صبر هكذا هكذا وصف النبي عليه الصلاة والسلام حال المؤمن عجبا لأمر المؤمن فإن أمره كله له خير إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له رب العالمين يا أحبابنا يمتحن عباده وينصر أولياءه أليس الله عز وجل قال أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون في مصاحب في فتن لا ستكون صابرين طب كيف أنا يعني إذا واحد بده يسأل طب أنا ضعيف كيف دي سير عندي قوة وصبر أصير فعلا إنسان يعني صابر بقول له عليك بعلم الدين تعلم واثبت على طلب العلم والتطبيقه الله تعالى يرزقك قوة الإيمان وإلا الصحابة كيف صبروا كل هذا الصبر بقوة الإيمان فاشكروا الله عز وجل واسألوا الله من فضله ولا تعصوه بنعمه ولا تتخاذلوا عن نصرة دينه فإن الأنبياء عليهم الصلاة والسلام وهم القدوة القدوة الحسنة صبروا صبروا كيف صبروا على أقوامهم صبروا على نشر الخير والدعوة إلى الله سبحانه وتعالى بالحكمة والموعظة الحسنة اشتغلوا على أنك تداركوا ما بقي لكم من أعماركم بطاعة الله سبحانه وتعالى واسلكوا طريق المعروف في النهي عن المنكر ودائما اعملوا الأعمال التي تكتسب من ورائها الثواب منها الثواب لأنه لا ينبغي يا أحبابنا أنه نضيع حياتنا وأوقاتنا بسفاسف الأمور بالأشياء السخيفة مثل ما كثير اليوم من الناس مستعد يقعد أربع ساعات يحكي كلام ما بطلع منه كلمة خير أو كلمة يكسب من وراها أجر لت وعجن وحكي فاضي هذا غير إذا كان فيها غيبة ونميمة وشتم ولعن بأشياء محرمة فبتكون فيها معاصي كثيرة وأحياناً بيكون فيها كفر لأنه فيه ناس بسبر رب الدين والعياذ بالله تعالى يسبون الله ويسبون دين الإسلام ويستهزئون بأحكام الشريعة مرات الإنسان بيروح لحظ النفس بتغلبوا نفسه أحياناً يكون ذلك الضياع اللي عم نشوفه بسبب حظ النفس مرات فيه ناس تلاقيه يعني لأنه هو بدي يكون أبو راس بدي يكون هو البص هو يعني بيروح على قاعدة إذا ما حطوه بالصدر معناته قلبة الأمور أنا كيف أقعد على الطاولة اللي بجنب أو كورسي بلاستيك أنا بس أفوت على أي مجلس بدي أنحط بالصدر بحب إنه يتعظم ويبجلون ناس فيه ناس غرامها وعشقها مستعدة بيع أشياء كثيرة ويتنازل عن أشياء كثيرة مقابل يوصل لغرامه وحب قلبه المنصب والزعامة كيف طارت روس من وراء هذا الموضوع ظلموا قتلوا وأكل أموال الناس بالباطل لأجل أن يصل إلى منصب وزعامة فيه ناس بتضيح حياته عشان عشان هذا الموضوع هذا عنده حب للمنصب وأنه الناس تبجلوا وهذاك عنده حب للمال وهذا عنده حب لمش عارف شو علق قلبك بطاعة الله سبحانه وتعالى علق قلبك بطاعة الله فيه ناس كثيرين عم بتضيح حياتها لأجل هذه الأمور وبس يطلعوا من هالدنيا كل هالأشياء اللي بينفعك يعني سبحان الله فيه ناس بتركض ركاض وبتدفع مصاري وبتتمنى وغرامها إنها تصير مسؤولة بس ما بيفكر بإنه المسؤول مسؤول يا عم المسؤول مسؤول يعني فيه ناس غرامها يحط على كتافه يحمل 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 ما بتفكر بهذه الأشياء لبعدين شو عاقبتها عليه انت قدها أصلاً ولا مش قدها أليس الرسول عليه الصلاة والسلام قال إن العرافة حق ولا بد للناس من العرفاء يعني لا تذم العرافة أي للإنسان أمور الناس لقضاء حوائجهم قال إن العرافة حق ولا بد للناس من العرفاء بشو قال الرسول قال ولكن العرفاء في النار حديث رواه أبو داود في السنن العرافة حق والعرفاء في النار مراده عليه الصلاة والسلام أكثرهم مش الإطلاق معناه أغلب العرفاء في النار لكن للعرافة أمر لا بد منه يحتاج إليه هذا العريف لهو مقدم القوم بكل ناحية تحتاج إلى إلى مقدم يدبر لهم شؤون معيشتهم ومصالح أمورهم يعني هاي الوظيفة مش باطل ولكن أكثر اللي بيستلموها بالنار لأنه ما بيبتقوا رب العالمين لا يخافون الله المنصب بغرهم بيصير عندهم استبداد بيأكلوا أموال الناس بالباطل لأنه عنده منصب باور غوة فافتتن ما حكم بالحق قاضي مرات بيكون ما بحكم بالحق بتروح عليه بتروح عليه قاضي في الجنة وقاضياني في النار في ناس مستعد يدفع مصاري عشان يسير عنده هذا المنصب مثلا وفي ناس أتقياء صلاحاء عرض عليهم ذلك فرفضوا بيخافوا بيخافوا فالله يرحمنا الله يرحمنا برحمته الواسعة مرات في ناس الناس بتقول هنيئا له له منصب مرموق ولكن هو يظلم الناس ويأكل أموال الناس بالباطل لا هذا حالة حالة هذا هذا على شو بدي أهني ما بهني بقول الحمد لله الذي عفان الحمد لله الذي عفان أسأل الله تبارك وتعالى أن يخرجنا من هذه الدنيا بسلام بالمحصل يا أحبابنا في نهاية هذه الحلقة دي أحكي لكم كلمتين يعني ارضوا باللي بين إيديكم ودائما شكروا الله سبحانه وتعالى شكروا الله سبحانه وتعالى وشو ما صابك مصائب اثبت على شكر الله سبحانه وتعالى والموجود بين إيديك الحمد لله رب العالمين نعمة وفضل واللي عند غيري الله يبارك له ما بتطلع عليه اللي عندي الحمد لله إيجاني الحمد لله فقلبك برتاح وبتسلم إن شاء الله وبتفرج إن شاء الله إنما العسر يسرى تذكروا إنه هذا الوقت سيمضي ضيق ولا فرح اثنينات هم رح يروح رح يمضوا فالمهم واللي بينفعني إني أعمل في هالدنيا اللي عم بتمر وسريعة لآخرة الباقية حتى أكون من السعداء في الآخرة الدنيا راحت يا مناصب ناس كانوا ماسكين وهيهم صاروا تحت تحت القبر وفي ناس تعمل لله سبحانه وتعالى يعني رجل كان يطمع أن يكون خليفة الشافعية حتى بأمور الدين تخيل شافعية خليفة يعني بأمور الدين في مجال الدين حتى بهالمجال في ناس برضو كمان بتطلع بنظرة دنيوية هذا كان طموحه بده يصير خليفة الشافعية مش عشان يفيدي الناس عشان المنصب الإمام الشافعي رضي الله عنه ما قدم هذا الإنسان حتى يتولى ذلك يعني لأنه ما حيتولى إلا اللي بيكون أهل شغله مش يعني واصلات وكذا غار فصار يعني قلبت معاه الأمور صار يعمل ضد الإمام الشافعي كيف ما بتحطني أنا ما بتحطني بسير عدوك فراحة عمل كتاب شو صار يقول في هذا الكتاب أخطاء الشافعي هلأ صرت تحكي في أخطاء الشافعي لأنه ما لقى اللي هو بدو بسبب حب الزعامة والرئاسة قلب وصار إعادي الإمام الشافعي سيدنا خالد ابن الوليد رضي الله عنه وأرضاه سيف الله المسلول كان قائد جيش عارفين شعني قائد جيش قائد جيش أبو بكر الصديق رضي الله عنه سلم القيادة له قائد جيش هو قائد الجيش بعدها سيدنا عمر ولا أبا عبيدة قائدا بخلافة سيدنا عمر أدن الخطاب الفاروق رضي الله عنه سلم سيدنا أبو عبيدة المتفون في الأردن سلمه القيادة خالد ابن الوليد رضي الله عنه ما صار في نفسه شيء يعني أنه كيف يعني أنا بعد ما كنت قائد الجيش بدي أسير جندي عند أبو عبيدة يعني الـ position تبع العمل يعني صار أقل ما بتطلع position ولا بتطلع على وظيف هؤلاء قوم يعملون لله مصحح النية لله سبحانه وتعالى ما عم بدور على الأمور والمسميات أنه أنا أبن أسير جندي بعد ما كنت قايد الجيش صار واحد من الجند ما نقص من عمله الذي كان يعمله لما كان قائضا لما كان قائضا ما نقص عمله الآن بعد ذلك شيء ليش لأنه بيعمل لله ليس لوجه عمر ولا لوجه أبو بكر ولا لوجه فلان يعمل لله سبحانه وتعالى ما حقد على سيدنا عمر أنه كيف بتشيل مني هذه لا بل قال رضي الله عنه اسمعوا كلام سيدنا خالد ابن الوليد سيف الله المسلول قال أنا لا أقاتل من أجل عمر أنا أقاتل من أجل ربي عمر لما أنت تعمل لله سبحانه وتعالى هيك بيكون حالك نعمل لآخرتنا منجهز لقبورنا بأداء الواجبات واجتناب المحرمات مش لأجل حظ النفس والدنيا أين عم نشيب وعم نكبر وحالنا عم بتغير والله يرحمنا برحمته الواسعة مش مستاهلة هذه الدنيا ستقولني ما هي مستاهلة الله يثبتنا على الحق والهدى ويسلمنا ويبارك بنا ولنا إن شاء الله وأسأل الله تعالى أن يجعلني وأياكم من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه إن ربي على كل شيء قدير وإنه بعباده لطيف خبير وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحابته الغر الميامين وآل بيته الطاهرين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته عنا الدليل واضح أصليل ظاهر وعالي بيشفي العليل نفحاته فينا شو بتجوينا من جهل الجاهل هو بيحمينا عنا الدليل اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة